دقت ساعة الحساب في الثاني والعشرين من شهر تموز الحالي ينتظر ان يشفى غليل العراقيين الذين سرق نفطهم كما كهرباؤهم وماءهم وطعامهم ثلاثة اسماء مزقت العراق باحتلال الرشاوة والفساد ما بعد احتلال 2003 احتلال جديد بوجوه دخلت العراق بحجة العمل والتطوير بينما هي الضمائر الميت المرتشية مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني يحصل على ادانة لمدري نفط سابقين تآمروا بحسب محكمة ساوث وورك البريطانية على دفع مبالغ فاسدة لتأمين عقود عمل في العراق زياد عقل وستيفن وايتلي وباسل الجراح الأسماء التي تخفي خلفها أسماء أخرى يكشف القضاء البريطاني تورطهم بدفع 6 مليون دولار رشوة للحصول على صفقات في العراق بقيمة 800 مليون دولار بطريقة غير مشروعة بين عامي 2005 و2011 الثلاثة أسماء في الواجهة يضاف إليهم شخص يدعى باول بوند وهو بريطاني يعمل مدير مبيعات في الشرق الأوسط في شركة اس بي ام لخدمات النفط والغازة ومقرها هولندا حكم عليه لتورطه بذات القضايا في الواجهة من جديد تخرج الأسماء إلى العلن وهنا يؤكد للعراقي أن ليس القضاء العراقي وحده الذي يضع الأمور في نصابها إنما القضاء البريطاني ومكاتب الجريمة في أستراليا وأمريكا تكشف العقود الوهمية والرشاة المشهد يكشف عن تفسير لم توجد له إجابة منذ زمن حيث أن إرادات النفط التي بلغت عام 2019 وصلت قرابة الستة مليارات دولار فيما كل هذا الإراد مقابل شحن في الخدمات ومديونية كبيرة ضخمة بحر من النفط يسرق باسم شركة اونا اويل التي عمل فيها الثلاثة المتهمون بحكم القضاء دفع رشاوى حدث لموظف في شركة نفط الجنوب العراقية والشركة هي المسؤولة عن النفط في جنوب العراق وقد كلفت بالمشروع نيابة عن وزارة النفط العراقية موعد جلسات المحاكم اقترب ومعه يزداد الترقب لمعرفة أسماء مسؤولي الفساد الذين تلقوا تلك الرشاوى في وقت تتسارع واتيرة الخطط المحاربة للفساد من جهة ويترقب الشارع العراقي تحقيق مطالب احتجاجاته بتحقيق فرص العمل وتحسين ظروف الحياة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة